هنروح لكرة الطائرة برضو الناشئين الكرة الطائرة تحت خمستاشر سنة احنا الحمد لله سبعتاشر تسعتاشر بطولة الجمهورية تمام يعني القطاع كله تمام تحت خمستاشر سنة فاز مبارح النادي اسموحة تلاتة سفر والاشواط خمسة وعشرين واحد وعشرين خمسة وعشرين سبعتاشر خمسة وعشرين تمنتاشر الماتش زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات منه كانت لعب مبارح على صلوة الشهداء باهل الجزيرة وفيه مطش الجمعة الجاية معناها دي الشمس على ملعبه بس احنا كده ضمننا الصعود للدول النهائي خلي بالكو دي تصفيات احنا كان عندنا مطش الاسبوع اللي فات ومطش الاسبوع ده ومطش الجمعة الجاية قطاع الناشئين في الكرة الطائرة وقطاع الناشئة في الكرة الطائرة الحقيقة عامل انجاز كويس ما تخافوش يعني الطائرة الواحد يعني انا عادت افكر شوية اقولت يا ربي طب الجيل اللي موجود دلوقتي كانت تنشعره وهو طبعا بيوجيه لهم التعليمات انا بس عايز اقول حاجة اه الناس بوقت تقولك احنا عندنا جيل كويس طب اللي جاي ايه لا اللي جاي الحمد لله كويس اوي الحمد لله طبعا الموجودين ربنا يديهم الصحة وفي ده الوقت والوقت الموجودين في الملعب اه اه انما المستقبل في الكرة الطائرة كويس اوي الحمد لله عندنا لعيبة معارين برا على اعلى مستوى عندنا لعيبة بتطلع كل سنة اتنين وثلاثة واربع لعيبة على اعلى مستوى لدرجة ان ما شاء الله احنا انا اقول يعني اقولها كده زي ما بيقوله احنا بنقوم فرق تانية بره يعني لعبتنا اللي بتروح بره وده بشهادة الكل لعبتنا اللي بتطلع بره طلع من قطاع الناشئين بتروح لان ده تانية بتوقف على رجليه ليه؟ لان طبعا امكانات عالية انا عايز اقول لكم ان ممكن لعب يبقى واخد مع قطاع في بطولة الشباب مثلا بطولة شباب مع الكرة الطائرة مع المنتخب واحد احسن لعب في افريقيا وما يقولوش مكان في الدرجة الاولى في النادي الاحلي يطلع عارة سنة او اتنين يكتسب خبرات في الدولة ويرجعلك يعني اصد اقولك ان ان انت عشان دقي مكانك في فريق الاول بالدرجة الاولى في النادي الاحلي لازم تبقى صف وتصف وتصف فاحنا الحمد لله مستقبلنا مبشر جدا في الكرة الطائرة الحاضر والمستقبل ونتمنى ان شاء الله ان ده يتعمم في كل اللي عب باذن الله